بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جئتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس الجديد في سلسلة أنوار لا إله إلا الله سبق أيها الإخوة في الدرس الأول عندما عقدنا درسا عنوانه لماذا هذه السلسلة أن ذكرت لكم هذه السلسلة لأمور أربعة أولها لأن الله تعالى أمرنا أن نجري مثل هذه الدروس وأن نتعلم مثل هذه الدروس فقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فلما قال الله تعالى مولانا فاعلم وجب علينا أن نتعلم ووجب علينا أن نعلم وثانيها هذه السلسلة من أجل أن تثبت الإيمان للمساعدة في تثبيت الإيمان في القلوب لأن المؤمن في هذه الحياة يتعرض لشهوات ويتعرض لشبهات ويتعرض لبلابل ويتعرض لمحن ويتعرض لفتن والشيطان يوسوس له وأهل الباطل يحاولون زيغه عن هذا الطريق فكان لابد من مثبت له في هذا الدرب فهذه الدروس لتثبيت الإيمان في القلوب وثالث هذه الدروس لحفظ أنفسنا من الضياع ومجتمعاتنا من التشرذم والتفرق لأن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد وهي التي توحد كلمتنا والأمر الرابع والأخير هذه السلسلة لا إله إلا الله من أجل أن تزيد الحب في القلوب لأن كثرة ذكر المحبوب تضرم جذوة حبه في القلب فالحديث عن وحدانية الله والحديث عن حضرة الله تعالى يزيد الحب في القلب ثم في الدرس الثاني كنا تكلمنا عن ركني لا إله إلا الله وقلنا بأن فيها نفيا وإثباتا فمن يقول لا إله إلا الله هو ينفي أن يكون معبود بحق في هذه الأرض موجودا ثم يثبت هذه العبادة وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فالمؤمن عندما يشهد أن لا إله إلا الله فهو ينفي الألوهية والربوبية عن كل أحدين في العالمين ثم يثبتها لحضرة الله تعالى إلا الله خالق السماوات والأرض وخالق العالمين والدرس الذي يليه كنا نتكلم في معاني لا إله إلا الله وسبق في درس أن تكلمنا من معاني لا إله إلا الله أن يعتقد قائلها بأن تشريع الله تعالى أكمل التشريعات والمعنى الثاني سبق في الدرس الماضي من معاني لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالتوكل وتفويض الأمر إليه ودرس اليوم وهو معنى ثالث من معاني لا إله إلا الله فلا إله إلا الله تعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية عنوان درس اليوم من معاني لا إله إلا الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد الربوبية أن تعتقد تفرد الله تعالى بالخلق والرزق والملك والتدبير والأمر والنهي والخفض والرفع وغيرها من الأفعال التي اختص بها الله تعالى نفسه دون خلقه لا رازق إلا الله لا خالق إلا الله لا ملك إلا الله لا مدبر إلا الله لا ميسر إلا الله لا معسر إلا الله لا خافض إلا الله لا رافع إلا الله هذا توحيد الربوبية أن تعتقد أن الله تعالى وحده هو الخالق وحده هو الآمر وحده هو النايه وحده هو الملك وحده هو الرزاق وحده هو الكفيل وحده هو الوكيل جل جلال الله هذا توحيد الربوبية توحيد الألوهية أن تعتقد تفرد الله تعالى في استحقاق العبادة بحيث تصرف له العبادة دون ما سواه توحيد الألوهية أن تعتقد بأنه لا أحد يستحق أن تعبده إلا الله عز وجل فتصرف عبادتك إليه ولا تلتفيت إلى غيره فتوحيد الربوبية علم وتوحيد الألوهية عمل توحيد الألوهية توحيد مطلب توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات قال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور توحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات أن تعتقد أن الله عز وجل وحده خالق السماوات والأرض أن الله تعالى وحده يحيي ويميت أن الله تعالى وحده له ملك السماوات والأرض أن الله عز وجل وحده هو الذي على كل شيء قدير أن تعتقد أنه هو الأول وأنه هو الآخر وأنه هو الظاهر وأنه هو الباطن وأنه بكل شيء عليم كل هذه الآيات تتحدث عن توحيد الربوبية أن تعتقد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن تعتقد أنه يولج الليل في النهار ويلج النهار في الليل أن تعتقد أنه ينزل من السماء ماء أن تعتقد أنه جل جلاله يولج الليل في النهار ويلج النهار في الليل أن تعتقد أنه وحده عليم بذات الصدور كل هذه الاعتقادات معرفة وإثبات وهي توحيد للربوبية وحده الله الذي يرزق وحده الله الذي خلق السماء وحده الله الذي يفني الأرض جل جلاله وحده الله الذي يقيم القيامة وحده الله الذي يولج الليل في النهار وحده الله الذي يخرج الحي من الميت وحده الله الذي يحي ويميت وحده الله الذي ينزل من السماء ماء هذا كله توحيد ربوبية لا إله إلا الله تعني توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية أما توحيد الألوهية فهو توحيد في المطلب والقصد فلا تطلب إلا الله ولا تقصد إلا الله ما دام هو وحده جل جلاله الرازق هو وحده جل جلاله الخالق هو وحده جل جلاله المبدئ والمعيد هو وحده جل جلاله المحي والمميت إذن لماذا ألتفت إلى سواه فتوحيد الربوبية معرفة وإثبات وتوحيد الألوهية توحيد مطلب ومقصد قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي منه أكاذب كفار فالآيات تقول فاعبد الله مخلصا له الدين أعبد الله وحده وكن مخلصا كن صادقا كن متوجها بكليتك بذرات وجودك فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص أما الذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله عز وجل سيحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار يكذبون على الله ويكفرون بتوحيد الألوهية القرآن كله يا أيها الإخوة يتحدث عن توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وما يتعلق بهما ولا تصح لا إله إلا الله حتى يحقق العبد كلا النوعين من أنواع التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فهو يعلم ويعرف ويثبت لله وحده الخلق والأمر والرزق والخفض والرفع وهو يعمل ويعبد الله وحده ولا يشرك بعبادته غيره جل جلاله لا تتحقق لا إله إلا الله حتى يحقق العبد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فيعتقد تفرد الله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله ويعتقد تفرده سبحانه في استحقاق العبادة قال المقريزي لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون المشركون كانوا يقولون بأن الله خالق كانوا يقولون بأن الله رازق كانوا يقولون بأن الله يحيي كانوا يقولون بأن الله يميت هذا توحيد ربوبية لا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله وإنما أنكروا توحيد الألوهية ما عبدوه وحده؟ عبدوا أصناما قالوا تقربنا إلى الله زلفا أطاعوا أهواء أنفسهم صحيح وحدوه وحدوا الربوبية لكن لم يوحدوه ألوهية فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها وتوحيد الألوهية مفترق الطرق بين المؤمنين والمشركين يأتي من يقول لك يا أخي أنا أؤمن بالله يا أخي الإمام في الله قلبي عامر لكن لا صلاة ولا صوم ولا تفريق بين حلال وحرام ولا انضباط بشريعة ولا حفظ ألفاظ ولا حفظ ألقاء ولا شيء المشركون كانوا يؤمنون بأن الله خالق السماوات والأرض لكن ما وحدوا الألوهية وما عبدوه وما التفتوا لأوامره قال الله تعالى عن المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله المشركون إذا سلت أسألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله هذا توحيد الربوبية فأنا يؤفكون أننا يصرفون عن هذه الشهادة الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون يقولون بأنه واحد ثم لا يلتفتون إليه بالعباد يقولون بأنه الرازق ثم يتذللون لغيره ويرتكبون الموبقات من أجل غيره من أجل أن يعطيهم مالا كيف تقولون أن الله هو الرازق ثم أنتم تعبدون غيره ثم أنتم تهجرون أمره وتلتفتون إلى أمر أعدائه أقر المشركون بتوحيد الربوبية ولكنهم لم يترجموها إلى توحيد الألوهية وبذلك لم يكونوا مؤمنين قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون ما دام الله تعالى هو الإله الواحد هو الرب الواحد لماذا لا تتوجهون له بالعبادة لماذا لا تتقون أمره لماذا لا تتقون عذابه لماذا لا تفعلون فرائضه لماذا لا تتركون محرماته لماذا لا تتقربون إليه بالنوافر ما يكفي تقول ربنا الله ثم العب لا يعمل شيء يثبت بأن ربه الله لم يترجم توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية بل إن إبليس لعنه الله تعالى أقر بربوبية الله تعالى وأقر بعزة الله وأقر بأنه خارق الأكوان وأقر باليوم الآخر لكن هذه المعرفة التي لا ينبثق عنها توجه إلى الله تعالى وعبادة له وإخلاص له لا تنفع صاحبه حتى يضم إليها توحيد الألوهية فيتوجه بالعبادة لله وبالطاعة لأمره وبالاجتناب لنهيه ولهذا امتنع أهل الشرك عن الإقرار بتوحيد الألوهية ورفضوا أن يفردوا الله بالعبادة واستجازوا أن يجعلوا للمعبودات الباطلة نصيبا من عباداتهم وصلاتهم وأضاحيهم وقرابينهم وقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين لم يرضوا أن يوحدوا الله ولم يرضوا أن يتركوا ما كان يعبدوا آباؤه فيا أيها الإخوة أن تقول وأن أقول وأن يقول أحدنا لا إله إلا الله معناها أنني أثبت وأنني متيقن بأن لا خالق ولا خافض ولا رافع ولا رازق إلا الله وأنا أجتهد في طاعة أمره صحيح أن المؤمن قد تزل قدمه صحيح أن المؤمن قد يخطئ صحيح أن المؤمن قد يبتعد صحيح هذا الكلام لكن ليست هذه سيرته ليست هذا ديدنه ديدنه عبادة الله ديدنه توحيد الألوهية ويتوجه إلى الله وحده حتى إذا نسي عاد حتى إذا ابتعد رجع حتى إذا راح بعيدا عاد واقترب يفيد من شهر رمضان يفيد من يوم الجمعة يفيد من الأصحاب الصالحين ليساعدوه على أن يطيع الله عز وجل وأن يوحده توحيد ألوهية كما وحده توحيد ربوبية يقول ابن عطاء الله السكندري كم من مدع للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار ربوبية هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو يقول بأن الله خالقي بأن الله رازقي بأن الله معيني بأن الله كافلي بأن الله له الحمد والشكر توحيد ربوبية لكن حتى إذا نظرت في أعماله هل يؤدي الفرائض هل يتجنب المحرمات هل يؤدي النوافل هل يأتمر بأمر الله إذا ذكرته هل يلتزم حدود الله إذا علمته للأسف تجد بعض الناس لا يفعلون نخشى يا أخوان بأن أناسا يكونون يوحدون الله توحيد ألوهية لكن لا يوحدونه توحيد ربوبية كم من مدع للعبودية يقول أنا عبد لله تعالى والله ربي والله إلهي قال ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية تذكر هنا قصة بشر ابن الحارث الحافي قالوا في ترجمة بشر ابن الحارث الحافي أنه كان في داره قبل توبته وعنده رفقاؤه يشربون ويرقصون بشر شاب مصرف على نفسه هو مؤمن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن لا يلتزم بي ولا ضابط من ضوابط لا إله إلا الله محمد رسول الله له أصحاب سيئون في يوم داعيون إلى بيته خمور كلام فيه كفر كلام فيه فجور أفعال فاحشة نساء ورجال بمناظر غير جيدة قالوا بأنه كان عنده رفقاؤه يشربون ويرقصون فمر بهم رجل من الصالحين جنب بيت بشر من رجل صالح سمع صوت يبدو الكاس والطاص والزمر وما إلى ذلك فطرق الباب هذا الرجل الصالح فخرجت الجارية فسألها يا جارية صاحب هذه الدار حر أو عبد قالت لا سيدي بشر حر قال صدقتي لو كان عبدا لستعمل أدب العبودية وترك مخالفة أمر سيده صحيح؟ صحيح سيدك ليس عبدا سيدك حر لو كان عبدا لستعمل أدب العبودية وترك مخالفة أمر سيده لأن هذه الأعمال كلها تخالف أمر السيد سمع بشر محاورتهما فسارع إلى الباب حافيا حاسرا وقد ول الرجل فقال للجارية ويحكي من كلمكي؟ فأخبرته بما جرى قال من أي ناحية أخذ الرجل؟ فقالت من هذه الناحية وأشارت له قال فتبعه بشر حافيا حتى لحقه قال له يا سيدي أنت الذي وقفت على بابي باب بيتي قال نعم قال ماذا قلت للجارية؟ أعد علي الكلام قال سألتها هل سيدك حر أو عبد؟ فقالت حر فقلت صدقتي لو كان عبدا لستعمل أدب العبودية ولا ترك مخالفة أمر سيده قال فبكى بشرا ونزل على الأرض وراح يمرغ خديه بالتراب ويقول بل عبد بل عبد بل عبد وأعلن توبته لله تعالى يا أيها الأخ أنت حر أو عبد؟ إذا كنت عبدا لله تعالى فاستعمل أدب العبودية ولا تخالف أمر سيدك لا إله إلا الله فيها توحيد ألوهية وفيها توحيد ربوبية فيها اعتراف وقول بأن الله خالق الرازق وفيها التزام بهذا القول بأن يلتزم أحدنا أمر سيده يا أيها الإخوة كم من مدعي للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار ربوبية يعتدي على مال الآخرين يأكل المال الحرام نقول له يا أخي هذا لا يجوز أنت تعتدي على أموال الناس الناس الآن في أزمة أنت تعتدي على أموالهم تغالي بالأسعار وتحتكر البضائع المحتاج إليها الناس فيقول يا أخي هذه فرصة ولا يعرف أحدنا متى تأتيه الفرصة والتجارة شطارة وأنا ومن بعد الطوفان تقول له لكن يا أخي هذا حرام يقول لك ما عندي غير هذا الكلام هل هذا عبد؟ لا إله إلا الله يا أخي تعني توحيد ربوبية وتعني توحيد ألوهية فالتزم أوامر السيد رب العالمين كم من مدعي للعبودية ولا تظهر عليه إلا أثار الربوبية مع كل الأزمة التي ترون يغضب ابن والده ووالدته من داخل قلبيهما ويزرع في داخل قلبيهما ألما الوالد متألم والوالد متألم لا يتكلمان مع هذا الولاد قلبهما مجروح منه جرحا شديدا والأب عندما يخلو بنفسه يبكي من ولده تقول لهذا الأبن لك يا أبني الله عز وجل لا يرضى الله عز وجل يحاسبك الله عز وجل سيسألك يا أخي التزم أمر الله عز وجل يقول لك أخي أنا شاب وفي أول عمري وغير هيك أنا ما عندي هل هذا عبد هل تحقق بلا إله إلا الله يا أخي لا إله إلا الله توحيد ربوبية أن تقول بأن الله واحد لكن كمان توحيد ألوهية أن تتوجه إلى الله بالعبادة وأن تلتزم أوامره وتترك نواهية كم من مدعي للعبودية ولا تظهر عليه إلا أثار ربوبية يؤذي زوجا زوجته يريد طلاقها لكنه يضارها حتى تتنازل عن كل حقوقها التي لها عليه فإذا فعلت طلقها هو من ضيط الله بس ما بيطلق بكارها 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 بسبل ضرر بجبل ضرر حتى تقول له من شان الله من شان الله دعني وخلاص ما عد بدي منه شي سامحتك فإذا قلت له بأن الله لا يرضى عن هذا ولا مدبرا ولم يلتفت للمصيح نصيحة يا أيها الأخ كن من جماعة لا إله إلا الله من توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية كم من مدعي للعبودية ولا تظهر عليه إلا آثار الربوبية شاب له علاقة غير مشروعة مع فتاة وهو مستمر ومصر في معصيته حتى لو سقطت الدنيا على رأسه يقول لك أنا غير مسؤول ولا يشعر بأنه يفعل شيئا خاطئا تقول له لعلك تموت غدا يقول الأخي أنا نفسي لا أستطيع أن أضبط نفسي خلاص أنا مستمر بهذه الطريقة يا أيها الأخ أنت من جماعة لا إله إلا الله فكما وحدت الربوبية فوحد الألوهية وربك يعينك فمن تحقق بلا إله إلا الله تحقق بتوحيد العبودية الربوبية وتوحيد الألوهية ولا إله إلا الله تعني بأن تطيع الله فلا تعصيه وأن تذكره فلا تنساه وأن تشكره فلا تكفره فإذا زلت القدم عاد الأمر وعاد المرء تائبا مستغفرا ولم يبقى مصرا على مخالفة ولا متعنتا في معصية فمن تحقق بلا إله إلا الله أيها الأخوة ملتزما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية نال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إذا اجتهدت أنا واشتهدت أنت بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ماذا لنا؟ أخرج البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يا أخوان أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا لا إله إلا الله أن يطيعوا أمره إذا خالفت دنيا رمضان فرصة مناسبة أن تعود إذا كنت مقصر بالفرائض الدنيا رمضان الفرصة مناسبة أن تؤدي فرائضك إذا كنت معتد على غيرك يا أخي أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا احذر أن تشرك مع الله صديقك احذر أن تشرك مع الله نفسك الأمارة بالسوء احذر أن تشرك مع الله المال احذر أن تشرك مع الله النساء احذر أن تشرك مع الله صاحب الجهل أتدري ما حق الله على عباده قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك يا رسول الله وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم الله لا يعذبك على أساس أن توحد الله توحيد أوروبية وتوحيد أولوهية أن تكون من جماعة لا إله إلا الله حقا وصدقا عبدتك ربي عبادة حبي لعلمي يقينا أنك تعبد عبدتك ربي وكل يشهد أنك رب قوي ممجد عبدتك حتى الجوارح مني تلذ بذكرك دوما وتسعد نسأل الله عز وجل يا أيها الإخوة أن يحققنا بلا إله إلا الله وأن يحققنا بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأن يجعل شغلنا به وانصرافنا إليه وعلمنا وعملنا له وتوكلنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته